لو هنتكلم النهاردة على صارة يا دكتور صارة طفلة 28 سنة ومازالت طفلة لكي بريتش انا شايف ان مظلومة في كزا حاجة مظلومة في التنشئة زي كل البنات والاستعجال في حاجة تانية ما بنفاهمهش للناس في العلاقات ان الناس ما بتتغيرش يعني ايه الناس ما بتتغيرش انا لو انا مثلا جوزي عايزي غيرني مش اتغير ما يعتمدش على كده ولا حضرتك تعتمدي على كده الفكرة فين بقى الفكرة انه للأسف الشديد بيحصل ايه انا متضايق منك فانك انت مثلا بما تتعصب حلو فهو هيعمل ايه بقى يقولها طب انا اوعدك ان انا من بكرة هتغير وابقى هادي ييجي بكرة 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 ايه ييجي بعدها بساعتين تقصى المشكلة قد كده فهيتعصب ويتضايق انا هبطت العصب ايش فهنا المشكلة انه كل واحد فيهم فاكر انه لمجرد انه بيحب الاخر هيعرف التغير هيقعدوا القدرة الانسانية انه يتغير بهذه السرعة الدافع كويس الدافع ان انا اتغير ده شيء كويس ويساعدني على المضى الطويل انما الصفات الانسانية فيها ثبات عالي تبقى صعب التغير فيها طيب ده بنقوله ليه بنقوله علشان احنا البني ادمين انا عاملين زي الباكت جي كده لو خدتني انت هتاخدني كده عشان يلجوهم للتانية اللي بنسمحها دايما بقى ما هو بقى ربنا هيهديه بعد الجواز ما هو عايزين يجوزه عشان الولد بدأ يبقى طبعه صعب وبدأ يعمل لكت مشاكل كثير يا طنط مثلا يعني هم بيقولوا اي يا طنط ده بيتعصب كتير فتقولها ده بعد الجواز هيهدى وهيبقى زال فل كدبت علينا والله العزوية يعني يعني عايزة بما يتجوز طبعا او العكس هي بقى ايه تقولها يقولها يا طنط ده بتعصب علي او حاجة مامتها بقى ما تهدى بعد الجواز هترسم كلنا كوكت هتتهدف الجواز وشتوافات فده مشكلة كبيرة لأ طبعا لما هتشوف الشخصية دي بأمارة ايها هتتغير بعد الجواز إلا هيحصل يعني بعد الجواز فهتتغير اي حاجة بقى او الغيرة او غيره او هو فكرة ايه بقى ان هو بيبص البنات كتير او بيعني يعني متعدد العلاقات فيقولولها بقى بقى هم بعد الجواز هيركز بقى وربوتي بالعيين نا بس لو احنا منتكلم مثلا انه ميشي بعد الجواز يركزوا كده في حاجة صارة قالتها عجبتني او بتقولك هو بيسمع صوت تقطاقة العربية وما يسمعش مثلا دقات قلبي او انا محتاجة ايه او يسمع ان انا بتناهد ومتعصى بقى هو رجالة مش بتركز في التفاصيل تفاصيل معينة ايه بقى يعني ايه لي في دماغهم بقى احنا عايزين نعفل هو الراجل والست من زمان قوي معمولين او ربنا خلقهم عشان يهتموا بايه الراجل ربنا خلقوا بصفات شخصيته عشان يهتم بالعائلة ورعايتها او بالعائلة ويعاشتها مش هقول رعايتها الستة هتم بالناس يعني تبقى طول الوقت مركزة مع ابنها ومع جزء الرعاية نفسها وتفاصيل ابنها مش معنى الستة تركز اكتر من الرجل يعني مش بتركز مش كده هو بكل واحدين بيركز في حتة هو بيركز في تفاصيل شغل يعني هي تقولك ايه هو بيركز في شغله قوي مهتمة بعربيته قوي وفي الكورة وفي العربيات وكذا حاجة ايه بالضبط هو مركز في كام حاجة بس مش بيركز في الصفات دي في الصفات بتاعت الناس مش بيركز مع الناس الستة ربنا خالق عشق كده المنكة الرجل شايف دهوية داخلة بوسط لي بقول تحت ازاي مش شايفة خالص والله العظيم اه طبعا يعني ما بقاش عامل له بيعمل كعشر ما تخدش بالي وتعصب هو مش قادر يعمل كده ما يقدرش وبعدين تيجي تقوله ايه بقى تقوله الجملة دي خدت بالك لما رامتلي كلمة ما بيخدش بالي بجد يا رجل ما تخدش بالها من تفاصيل دي خالص يعني يا حبيبي ده هو ده هو ايه بقى بتقوله ايه تزنقوا بالكلمة دي تقوله طب مش انت بتركز في متشاط الكرة وبتركز في شغلك ده انت الرجل في شغلك لما قال لك كذا فتكرت له كلمة من اسبوعين ثلاثة قال هالك فهو يحس ان هو فعلا ايه ده ده انا بركز في شغلي ده انا بنيقى ده موحش كده مش مركز معاها فعلا ايه قالت له لأ هو مخه وربنا خلقه ما يعرفش يركز مع الناس ده كان يعرف يحبه واحدة واثنين وثلاثة وعشر دي بقى المضاعفات يه لا ده احنا نشوف العلاج بسرعة مضاعفات ايه دكتور